السلام عليكم في هذا الفيديو المثير حيث نغوص في تفاصيل قرعة تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة سنستعرض معكم المباريات المرتقبة للمنتخب المغربي بدءا من مواجهة مصر القوية في الجولة الأولى وصولا إلى اللقاء الحاسم ضد الجزائر سنتحدث عن التحديات التي تواجه الأشبال وكيف يمكنهم تحقيق حلم التأهل في أجواء من الترقب والإثارة أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 السنة التي يقيمت اليوم الثلاثاء عن تحديات مثيرة للمنتخب الوطني المغربي حيث سيفتتح الأشبال مسيرتهم ومسيرتهم بمواجهة قوية أمام منتخب مصر في مباراة ستقام يوم الاثنين 11 نمبر المقبل والتي تعد بمثابة اختبار حقيقي لكن الإثارة لا تتوقفون بعد فترة روحة قصيرة سيعود المنتخب المغربي لواجه تونس مما يضمن أن تكون الأجواء مشحونة بالتوتر والحماس تقام تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة في الفترة من 9 إلى 24 نمبر المقبل في مدينة الدار البيضاء حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه المنافسات هل سيتمكن المنتخب المغربي من تحقيق الانتصارات والتأهل تابعوا معنا هذه الرحلة المثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر